صحيح وندخل بقى على ماتش بكرة طبعا عندنا مبارا مهم جدا طبعا أسوان مع الكابتن أيمن الرمادي كمان عمل خلي بالك عمل فريق محترم جدا لا تأمنوا يعني أنا مسمي أسوان كده تمسيح النيل اللي هو لا تأمنهم في الوقت الحالي ده ممكن يفاجأك يا كريم يعني تخيل انت لو عملوا كمان كمية صفاقات الفترة الأحيرة صفاقات ولو تفتك لو تاخد بالك انت من مباراة أسوان هتلاقي ان الفريق ملتزم مع أيمن الرمادي هتلاقي التاكتيك أو التشكيل ما بيلعبش فيه كتير عندنا شغل كتير بقى في النادي الأهلي لان من خلال أنا معلوماتي أنا الشخصية ان فيه تفكير عنده كولر ان هو يريح بعض اللاعبين الأساسية في مباراة أسوان ويبدأ يدي لبعض اللاعبين يعني أنا من خلال معلوماتي يا كريم ان بنسبة كبيرة احتمالي رايح علي معلول احتمالي رايح حمدي فتحي احتمال كبير بنسبة 95% يدي محمد شريف ويدي الكندوسي طبعا أحمد الكندوسي خلي بالك شخصية وصفقة مهمة جدا 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 في وسط ملعب النادي الأهلي طبعا بص هو منزلش وقت كتير ولكن الوقت اللي نزل فيه كان كافي ان احنا نقدر نستنتج هو ده تحس لشخصية اللاعب طبعا مش أي لعب بيجي يرتدي تشيرت النادي الأهلي تحس بشخصيته ولكن أحمد الكندوسي مع أول لقاء لي مع النادي الأهلي حق خامة مبشرة جدا ما تنساش انك كمان عندك مروان عطية كمان صفقة مهمة جدا فعشان كده بقولك بنسبة كبيرة كولر هيغير بعض اللاعبين في مقرار بكرة هنشوف تواجر ملموس للصفقات الجديدة بنسبة كبيرة يا كريم الراجل خلي بالك ودفن تقي مرضو لحد كبير طبعا احنا شفنا في كاس العمل الأندية لو تفتكر ورجعنا كومباك كده الورا هنلاقي ان الراجل دور كل اللاعبين لعب تقريبا معظم اللاعبين اللي كانوا موجودين معاه في القايم وجود لاعب بحجم مروان عطية وجود لاعب بحجم الكندوسي عودة كمان محمد شريف خلي بالك عودة مهمة جدا 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 بعد اهضار الفرص وضياع الفرص اللي مش هقولك سهلة ولكن محمد شريف يعني لازم هو شخصيا يقعد مع نفسه شوية يعني يقعد يراجع ويقول لنفسه ايه في رأيك بص هو مش يقول لنفسه ايه انت او يعاهد نفسه على ايه هو يركز في الملعب خلي بالك خلي بالك ان ممكن اي لعب اي لعب ممكن تكون في حاجات تانية شغلاء خالص خارج الملعب ده بينطبق عليه وبيقصل عليه بكل تأكيد داخل الملعب عندك لعيبة على اعلى مستوى انت عندك في كل خط يا كريم لعبين وثلاثة واربعين اتخيل انت لما تصاب اكرم توفيق وتصاب كريم فؤاد طبعا بنتمنى لهم كل الشفاء والعودة لان بالنسبة لي انا دول صفكتين مهمتين جدا 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 للنادي الاهلي وجودهم انا بالنسبة لي شخصيا لأ بقولك دول صفكات جديدة للنادي الاهلي يعني عودتهم اعتقد الموقف هيبقى مغير تماما محمد هاني عمل برضو مباراة هيلة جدا في كأس العالم الاندية محمد هاني دايما دايما بنشوفه بيظهر وبيتقلق في مباراة كأس العالم الاندية لو رجعنا للنسخة اللي فاتت تقلق برضو فيها والنسخة دي ايضا تقلق فيها ولكن لما بكلمك على محمد شريف لان محمد شريف هدف هدف بالفترال او تفتكر كنا بنتكلم على عماد متعب عماد متعب يعني من ربع سنتي كده كان ممكن يغيرلك نتيجة مباراة محمد شريف كده لكن لازم يركز في المرعب دي هتبقى حاجة مهمة جدا